بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان أقامت مديرية أوقاف عمان الثانية ندوة عبر تطبيق زوم حيث شرح مدير المديرية الدكتور أحمد الزعبي كيف قدم جلالة الملك عبد الله الثاني مبادرة أسبوع الوئام بين الأديان لأول مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستجابة السريعة بتبنيها من قبل الجمعية ليصبح أول أسبوع من شهر شباط من كل عام أسبوع الوئام بين الأديان ودعت المبادرة علماء المسلمين والمسيحيين للحوار بناء على وصيتين أساسيتين مشتركتين وهما حب الله وحب الجار من دون المساس بأي من المعتقدات الدينية الخاصة بهم وأوضح في الندوة كاهن رعية ماريوسف في صافوت الأب جورش رايحة أخلاقيات العيش المشترك وسبلي تعزيز حوار الأديان والانفتاح على ثقافة الآخر والتعبير عن محبة الجار القريب لأجل إرساء أسس السلام وصيانة كرامة الإنسان كما تحدثت دكتور جميل الخطاط به عن القيم المشتركة التي صلت جلالة الملك الضوء عليها من خلال مبادرة أسبوع الوئام بين الأديان ترجمة نانسي قنقر